كنا بنتابع طبعا قبل بداية شهر رمضان على التوالي دائما الأزمات الموجودة في العالم خاصة الأزمة الأوكرانية اللي بتمثل تهديد اقتصادي للعديد من الدول حول العالم ولو بتابعوا الأخبار العالمية هتلاقوا أنه فيه اختلاف كبير جدا في كل إمكانيات دولة وهذا الحال يعني حاصل بشكل كبير جدا في أوروبا على اختلاف كل دولة عندها قصة وعندها موضوع وعندها الحقيقة أزمات اقتصادية بشكل كبير لأنها تأثرت أكثر أوروبا بشكل كبير جدا تعالوا نبدأ مثلا نروح معاكم في ألمانيا في ألمانيا هنلاقي ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس كان بمعدل 7.3% وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عام يعني شوفوا الأرقام بتقول ايه من 40 عام ما حصلش هذا التضخم وده اللي بيؤكد على أنه الأزمة الأوكرانية اللي حصلة الأزمة الأوكرانية الروسية سبب كبير جدا وتأثيره بدأ يعني يبقى باين بالأرقام على الدول ومنها ألمانيا زي ما قلت اتجه بقى ايه المواطنون الألمان نحو تخزين السلع بصورة غير مسبوقة ولما تتابع الحقيقة الصحافة الألمانية والتلفزيون الألماني ده عمره ما حصل بالنسبة لهم فكانت الناس بتنزل تروح السوبر ماركت مثلا وياخدوا المخزون بتاعهم من السلع علشان يحسوا بالأمن والأمان أن عندهم ما يكفيهم وده لا طبع أوروبي ولا هو أيضا طبع موجود في ألمانيا بشكل عام وده اللي استدعى أن تناشد الحكومة الألمانية المواطنين الألمان إلى عدم الخوف وعدم تكوين المخزونات الغير ضرورية يعني محدش يروح يشتري حاجة ومش محتاجها مثلا حتى الشهر ده انتوا عارفين حتى التفكير الأوروبي عادة بيشتري على قد ما يحتاج أحيانا باليوم وأكثر شيء عندهم بالأسبوع كمان قررت الحكومة الألمانية تحديد كميات السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من المتاجر بشكل عام أو السوبر ماركت علشان ما يحصلش مثلا ناس بتهجي مع الحاجات وتاخدها فبالتالي يقل المخزون في سلع معينة فواضح أن هما بدأوا يعملوا تقنين في السوبر ماركت أو في المتاجر بشكل كبير